السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد في هذا الفيديو سنعقب على كلمة خطيرة جدا جدا للدكتور عبد الرحمن زاكر الهاشمي في بس مباشر بتاريخ 19-09-2020 طبعا هذا الفيديو لم أتبه له إلا منذ وقت قليل لم أكن أعرف الدكتور عبد الرحمن زاكر يعني تعرفت عليه من سلسلة فيديوهات بأنواء الحياة على كوكب الأهم وهي فيديوهات جيدة يعني لأنه يتكلم في مجاله الطب النفسي واستفدت منها كثيرا لكن المشكلة يعني أن شاهدت هذا اللقاء منذ وقت قريب ووجدت فيه يعني كلمة خطيرة جدا جدا للدكتور عبد الرحمن زاكر سوف تسمعونها الآن ثم نعقب عليها فيما بعد ليس موضوعنا اليوم العقيدة الأشعرية والسلفية إخوان الله أرضى عليكم لا تدخلوا لي في هذا الموضوع مش لأنه يعني الأمر بالنسبة لي واضح الأشاعر يعني مدارس وهما نفسهم في منهم من يكفرون بعضهم يكفرون في داخل الأشاعر فلما يحلوا مشاكلهم بعدين نبدأ نتكلم نحن عنهم لكنه موضوع اليوم الأشاعر والخلافة السلفية تمام كما هو واضح أمامكم الدكتور عبد الرحمن زاكر زكر كلام خطير جدا جدا وطبعا موضوع التكفير هذا موضوع خطير يعني لا يمر بسهول قبل أن يذكر إنسان اتهام بالتكفير أو يعني اتهام لطائفة أنها تكفر بعضها يعني ده أقول يكفرون لطائفة أخرى فهذا طبعا يحتاج إلى دليل لا يمكن أن يكون الكدام جزافا لكن على العموم يعني أنا حب أن أوجه سؤال للدكتور عبد الرحمن زاكر أو لأي أحد يعني من من الأشاعر من يكفر بعضهم بعضا يعني نريد أن نذكر مثالي يعني على أو المدارس المتعددة التي قال عليها يعني لا أعرف ما مقصوده بها لكن على العموم يعني نريد أن نذكر مثلا على هذا في الحقيقة يعني هذا الكلام غير صحيح وغير موجود تماما ومن لديه يعني دليل فليأتي به لكن الكلام هذا ليس عليه دليل وهذا الاتهام خطأ جدا يعني أريد يعني من يأتي لي بمثال أن يأتي لي بمثال معروف يعني من الكتب يعني لا يقول مثلا أحد صغار طلاب العلم قال كذا يعني أو حتى صغار طلاب العلم لا يقولون هذا لا يوجد من الأشعار من يكفر الآخر ولا حتى يعني لا يوجد أي كتاب أو أي شيخ معروف قال هذا وأنا أتحدى كما قلت لكم أن يأتي أحد يعني طبعا الدكتور عبد الرحمن ذكر يعني أنا لا أستغل هذا الفيديو للطعن فيه إطلاقا يعني أنا قلت من قبل أنا شاهدت له فيديوهات جيدة وهو يعني متميز في المجال النفسي لكن يعني هو كما قال يعني لا تدخلون في هذا الموضوع وكان الأولى به أن لا يدخل أو أن لا يجيب يعني هو قال موضوع بالنسبة له واضح نعم قد يكون واضح لك يعني هو حتى بعد هذا الفيديو بسواني يعني بعد هذه الكلمة يعني انتقد الدكتور عبدالله رجد وقال يعني هو له مواد جيدة يعني عن صفه لكن اختلف معها اختلاف عقائدي وله يعني أشياء يعني يراها خاطئة جميل يعني نحن نقول يعني نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى ما فيه الحق لكن يا دكتور يعني الاتهام بهذه الطريقة لا يصح أبدا أن تتهم الشيء يرى أنهم يكفرون بعضهم بعضا أو تتكلم بهذا جزافا يعني لأنه لا يوجد دليل لكن على ما نترك يعني حتى يعني لا يكون الكلام من طرف واحد نترك سواء الدكتور أو غيره يعني لكن يا دكتور يعني هذه النصيحة لوجه الله أولا يعني نسأل الله أن يهدينا وأن ينفع بك أن يبارك فيك وأن يبارك في جهودك يعني التي تحاول أن ننفع بها المسلمين في مجالك لكن حينما تدخل في مجال آخر لست منقل له وتذكر اتهام هذا وهناك من لا يراجع يعني وهناك يعني من يصق في الدكتور عبد الرحمن زاكري لأنه شخص طبعا لديه علم كبير في مجاله فيعني هناك من يأخذ كل الأمور يقول يعني هو لديه الطلاع يعني في هذا الشيء أيضا نعم لا أقول أنه لا يتكلم فقط إلا في مجال الطب النفسي قد يتكلم في مجال آخر لكن إذا تكلم الإنسان في شيء فلابد أن يكون على يقين منه ولا يأتي بكلام يعني سيء جدا مثل هذا على الأموم يعني كان لابد من التوضيح وطبعا يعني أنا لا أدعي أحد إلى أن يتوقف عن مشاهدة الدكتور عبد الرحمن زاكر لا يعني بل أرشح الكثيرين أن يستمعوه في المجال النفسي وأيضا الحلقات التي سمعتها له بعنوان الحياة على كوكب الوهم هي حلقات جيدة على الأموم يعني كان هذا تعليق صغير ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهديه وأن ينفع به وأن يهدي جميع المسلمين طبعا يعني هذه الأمور شديدة الحساسية لكن على الأموم لا بد من التنبيه هو أنا لم أكن أحب أن أتكلم في هذا لكن يعني لا نحب أن نصير الفرقة بين المسلمين الأشعارة من أهل السنة والجماعة قطع يعني أهل السنة والجماعة هم الأشعارة والماتوريدية وأهل الحديث لكن يعني كلام الدكتور خطأ جدا وندعو الله يعني أن يهديه وأن يهدينا جميعا لا أحب أن أطيد أكثر من هذا على يوم نراكم بإذن الله في فيديو قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة